صابونية الجدي حاجة كده لعبة كده عامل زي السلايم شايفين جميل قوي هنعمله بطريقة سهلة قوي النهاردة انا هعمله من الكستيل سوب اللي انا عملته قبل كده وهسيب لكم اللينك هنا وهسيب لكم اللينك كمان في صندوق الوصف اهم مكون فيه هو الجيلاتين انا اشتريت باكو الجيلاتين فيه ورق الجيلاتين كده هم حوالي 35 جرام وهدوابه في مياه سخنة 200 جرام مياه سخنة هو بياخد وقت كده عبر الميدوب تماما يعني هياخد له حاجة تاعت تلت ساعة تقريبا من حين لاخر كده بتقليبي تقليبة بسيطة وبعد كده هضيف بقى الكستيل سوب بعد ميدوب تماما اشتركوا في القناة اخدت 220 جرام من الكستيل سوب اللي انا عملا قبل كده وصابون الكستيل يعني 220 جرام مني تقريبا كباية وبضيفهم على الجيلاتين اللي بتدوب في المياه السخنة وبقلب وبعد كده هبتدي انزل بقى بالزيوت العطرية بتاعتي لان ريحته مش حلو خالص الجيلاتين فمحتاج حاجة قوية فانا اختارت عطرين انا هعمل قلبين صابون جلي فهقسم الكمية وهاشتغل بزيت اساسي الورد عشان ريحته قوية جدا والزيت التاني هيبقى زيت النعناع هضيف سبعة جرام من زيت الورد للبيكر الاولاني وهلون بلون بنفسك 2 دا شوية مزره اشتركوا في القناة 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 البيكر الثاني هضيف عليه خمسة جرام من زيت النعناع وهضيف اللون الاخضر كمان انا بستعمل الوين مايكا مائية وهنزل في العبوات بقى بتاعتي آآ العبوات دي انا اشتريتها من سوبر ماركت سعودي في القسم بتاع الادوات المنزلية هي مفوضة طبعا ان هي للجلي وهاخدهم على التلاجة يجمدوا اني بعملهم معاملة الجلي ماكملوش ساعة في الفريزر وكانوا خلاص آآ جمدوا ببتدي نزلوا من الاوالب ونجربهم مع بعض موسيقى 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 شايفين القوام عمل ازاي يعني عمل زي الحاجة اللي هي السلايم والحاجات دي جميل جدا يعني تحفى ورغوة بتاعته حلوة قوي طبعا ورحته جميلة جدا هتعجبكوا قوي واللون الثاني الاخضر تلع كده اخضر مزرق كده تلعى تلعى حلوة قوي عشان حطيت لونين حطيت الاخضر وحطيت التلعى شايفين عامل ازاي عامل زي حاجة جميلة جدا يعني شايفين بقى لما بينزل في المية بس هو في نقطة بس انت الصابون الجيلي ده الصابونة اللي هتستعمليها لازم تخلصيها في ساعاته لانه ما بيستحملش ان هو يتبله ويفضل متساب ده لما اتبله يبقى لازم تخلصي الصابونة وده طبعا بحلو قوي للاطفال في البنيو كده جميل جدا يعني وبفكرك ده بتعمليه معاملة الجيلي لو انت مش هتستعمليه على طول في ساعتها سيبيه في التلاجة من تحت احتياطي عشان بخاف انا من الجيلاتين ده يسيح وعلى فكرة انا جربته الجيلاتين حلو قوي للجسم بينعم جدا يعني رهيب يعني وان شاء الله هيعجبك ويعجب الاطفال جدا ده صابون جميل قوي بس هو فورفان يعني للاستعمالك انت الشخصي لانه كان صعب انه هو يبقى تجاري لانه هيتبهدل في النقل وكده ومش هيستحمل حرارة فده خليه كده للاستعمال الخاص بيك الاستعمال المنزل يعني اشتركوا في القناة